اشتركوا في القناة كميات كانت أيضا في نفس المستوى بولاية جندوبة من وصلت إلى 18 مليمتر بوادي مليز في وليت مانوبة كميات الأمطار كانت من مليمتر إلى 14 في المرنجية من بين 3 إلى 10 مليمترات بيرادس من وليت بن عروس أمطار في مستوى إلى 4 مليمترات بيتونس كرتاش 3 بجزيرة جربة بولاية مدين وكميات لم تتعدى المليمتر الوحيد بولاية الكاف اليوم شدنا تراجع طفيف في درجات حرارة مقارنة بالأرقام الميزة في نهاية هذا الأسبوع درجات حرارة قصوى كانت من بين 22 إلى 28 درجة ما عاد بيتالة سجنة 19 وبيتونس العاصمة اليوم درجات حرارة ظهران كانت في مستوى 23 درجة وميزات تقسي اليوم شوفوهم كالعادة من خلال تسلسل لصور القمر الاصطناعي ولميز حل السماء وظهور سحب عبر على كامل البلاد واللي كانت أحيانا كثيفة بشمال مع نزول أمطار ضعيفة ومحلية تقسيلي لن توقع بشكون مغيم جزئيا إلى أحيانا كثيفة سحب بشمال وبالوسط الشرقي لبلدنا إمكانية تنزول بعض الأمطار ضعيفة والمحلية متوقعة بجيئة الوطن القبلي ودرجات حرارة ليلا قد تكون في حدود لـ 12 درجة بالمرتفعات بالمناطق الجبلية الغربية لبلدنا قيم الحرارة قد تتراوح من بين 14 إلى 18 في بقية ولاية الشمال ورسطة وبالجنوب نتوقعه كون درجة حرارة بشكون من بين 19 إلى 23 درجة خلال اليوم الغد إن شاء الله مواشرة سحب بشكون حاضرة على كامل البلاد أجواء في غلبها مغيمة جوزئيا يقابلها ارتفاع تفيف في درجات الحرارة كالعادنا قدموكم قراءة سريعة لدرجة الحرارة قصوى المتوقعة في مختلف ولاية بلادنا بتونس العاصمة خلال اليوم الغد نتوقعوا كون درجة حرارة بشتصعد إلى مستوى الـ 25 قد نصيج بـ 25 بنابل 23 في بنزرت 25 بزغوان بمناطق الشمال الغربين نتوقعوا كون درجة حرارة دورنا تكون في مستوى الـ 23 بتبرقة 25 في باجل 16 في جندوبة 24 بسليانة وأيضا بالكهف بمناطق الوساط نتوقعوا تجيل 13 بتالة على بالقيروان 28 بجية الساحل بسوسة بالمونستير بالمهدية درجة حرارة القصوى تكون في مستوى الـ 25 درجة قد نسجلوا 16 بيسفاقس بيزور قرقنا سيليبوزيد 26 في القسرين وفي مناطق الجنوب الغربي درجة حرارة تكون في حدود 27 في قفسة في توزر 29 28 بيكبلي بيجاب 26 وببقية مناطق الجنوب الشرقي البلاد بجزيرة تجربة توقعوا تجيل 26 درجة 27 في مدين بتتوين وبرمدة بالنسبة للملاحة والسيد البحري بسوحن الشمالية منطقتين سيرات وخليج تونس ريح تكون في أغلبها شمالية غربية سرعتها من 10 إلى 20 عقدة تتقوى تدريجيا لتكون من بين 15 إلى 25 تجاوى 30 في شكل هبات ويكون مضطرب إلى شديد الاضطراب بشمال بخليج حمات وبيجية الساحل ريح أيضا شمالية غربية سرعتها من 15 إلى 20 عقدة البحري يكون مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب وبمنطقتين شابة وجربة وصولا إلى جرجي سريح تكون شمالية غربية ثم تتجه إلى جنوبية شرقية سرعتها من 10 إلى 20 عقدة البحري يكون مضطرب إلى متموش كالعادة قد نكون فكرة حول حالة التقص ببعض المدن والعواصم العربية والأوروبيا نوكشات 30 درجة سحب عامة قليلة بدار بيضاء 16-24 بالجزائر العاصمة قد نسجلوا 16 في ترابلوس بالخرطوم التقص يكون عامة قليلة السحب مع أمكانية نزول أمطار محليا راعدية في فترة ما بعد ظهر 37 درجة 32 بالقهرة بالبقاء المقدسة نتوقع تزييل 41 في المدينة منورة وبمكة المكرمة أجوة تكون مشمسة بالدوحة 34 37 بأبوذاوي 32 بمسقط بالكويت 38 نتوقع تزييل 37 ببغداد مع ظهور سحب قليلة وبالشرق الأوسط مواشرات صحو بشتبقى متواصلة 32 درجة كحرارة قصوى بدمشق 28 في بيروت وبالقدس شريف بإسطنبول مواشرات أمطار 23 درجة وبأوروبا برومان توقع كونه درجة حرارة بشتستمر في مستوى 22 درجة قد نسجلوا 13 بفيانا تقسيكون ممطر ببيرلين بأمستردام ببركسل جناب 14 درجة 17 في بيريس 21 في مارسيليا وبشبه الجزيرة الأيبيرية سماء سافيا بمدريد وسحب قليلة برشبونة مع 25 درجة تطور الوضع الجوي خلال أيامات القليلة القادمة إن شاء الله بشتنشده عودة الافترابات الجوية ومؤشرة الغيادة النفع بداية من فترة ما بعد دور خلال يوم الأربع العمطار راديا إن شاء الله بيشكون حاضرة في مناطق الشمال وبالولاية السحلية الشرقية رياح التتنقى التي تكون في أغلبها مياه قطاع الشمالي بالشمال وبالوسط ومياه قطاع الغربي بالجنوب نشطة نسبيا إلى قوية قرب سواحل ومعتدد داخل البلاد بحر يكون مضترب إلى شديد الافتراب بشمال بخليج حمات بجية السحل ومتموج بخليج جابس ودرجة حرارة قصواتك من 22 إلى 26 درجة بشمال بالمرتفعات وبجية السحل وأرقام قد تكون من بين 27 إلى 31 في بقية مناطق البلاد خلال يوم الخميس معاشرة نزول الأمطار عادية بشبقة متواصل في مناطق الشمال وبالسواحل الشرقية تقلص متوقع في حد تفعالي تريح وتراجع سراتها إلى مدينة 30 كم في الساعة بحر يكون تدريجين قليل الاضطراب مع تسجيل تراجع نسبي في درجات الحرارة موعد شروق الغروب بمدينة تونس اليوم الغد شروق الشمس إن شاء الله بيشكون في الساعة 26 و24 دقيقة وغروبها في الساعة 45 و47 دقيقة لمزيد من المعلومات والارشادات نذكركم بطرق الاتصال وتواصل بالمعهد الوطني للرس الجوي موقع الواب تردوبل في بوميتيو بونتيان المواضيع الصوتي وتنجمو تدفع لهم معنا أيضا من خلال صفحة الفيسبوك الخاصة بالمعهد أو قاتل صلاة بمدينة تونس ومجاورها اليوم الغد ساعة صبح بداية من الرابعة و58 دقيقة دور من تصف النهر و13 دقيقة ساعة العسر في الساعة 3 و19 دقيقة ساعة المغرب بإذن الله في الساعة 45 و49 دقيقة وساعة العيشاء في الساعة 7 و13 دقيقة ختاما شكرا على حسن متابعة الاهتمام إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر